حكيتنا بقى يعني أنت كنتي ميس ايجبت هل أنت كنتي بتسعي إنك تبقي ممثلة ولا دخلتي ميس ايجبت عايزة تبقي ميس ايجبت بص أنا عمري مسعيتي إني كنتي ممثلة وأنا عايزة أقولك إن بعد ما رجعت من ميس ايجبت لما كان بيتعرض علي وقتها أدوار أكيد هحكيلك أنا بس برد على الجزء إن أنا دخلت ميس ايجبت علشان أمثل لأ أنا كان لما رجعت كان بيتعرض علي أدوار كتير جدا أنا كان وقتها عندي تسعتاشر سنة وأنا وانت ميس يونيفرس أنا لما رجعت ميس يونيفرس كان عندي تسعتاشر سنة وكنت برفض لإني كنت بخاف قوي فالتمثيل ده حاجة جات مؤخرا جات في 2018 بالضبط كانت أول حاجة بقدتها أنا رجعت ميس يونيفرس سنة 2000 فالفرق كان كبير كنا بعلم ميس ايجبت دخلت إزاي؟ دخلت بالصدفة البحتة أنا كنت معضلة الإعلانات وكنت بعمل إعلان لشركة من شركات الاتصالات المعروفة ولقاني حد من الاجنس الموجودة اللي بتجيب الموضلز هناك لقاني وتعرف علي وتقبلنا وكده قالي إن شكلك مصري قوي جدا قلت له أنت قالي أنت عمرك ما فكرت تدخلي مسابقة ملكات جمال مصر قلت له بصراحة لأ بس يعني ما عندش معنى بس المهم ابتدى الموضوع من هنا وهو يوسف سباهي أعتقد تعرفيه نانسي طبعا يوسف كان برضو صاحب المسابقة في 2014 طبعا طبعا يوسف سباهي يعني كان هو المنظم الرئيسي والمسؤول الأول عن مسابقة في الوقت ده والحقيقة إن هو كان من أفضل ومن أحسن كان معامل عظمة في الوقت ده ومن أحسن الناس اللي كانت طبعا بتعمل ده ومن هنا ابتدت حكاية مس إيجيبت دخلت مسيونيبرس رجعت اتعرض علي زي ما قلتلك اتعرض علي كمية تعروض غريبة جدا يعني اتعرض علي تمثيل اتعرض عليني أغني وأنا أصلا ما حد سمع سوتي وكان حد يكلمني قال لي طب إحنا عايزينك تغني قتاب قول حضرتك سمعت سوتي قال لي نحن مش مهم بس هتغني ويا ستي لو صوتك وحش نعمل بيكي باند يعني اللي هو فهم أي حاجة بالضبط اللي هو أنت بترجع بيحاولوا على قد ما يقدروا أنه يعني يستفيدوا طبعا من النجاح اللي أنت بتكون محققه في الوقت ده تغني بقى تمثل تقدم برامج وكانت من ضمن العروض أني أقدم برامج مع الأعلامية طبعا الكبيرة رؤسة سلمة الشمع شافتني في برنامج من البرامج مستضفيني على أني يعني المسء اللي لسه جاية وكده فعجبها شكلي وشافت في حاجة مختلفة طلبت منهم رقم تليفوني وكلمتني ودي كانت من ضمن برضو العروض اللي اتعرضت عليها وقتها وده كان أنسب عرض بالنسبة لي في المرحلة دي وده كان أكتر عرض بالنسبة لي مريح وأنا قدرت أني أعمله تقريبا كنت أظهر مزيعة وقتها في التليفزيون مصري اشتغلت عني 19 سنة 19 سنة كنت أظهر مزيعة نزلت هوا مع ميدو شعبان ونجلة ومجموعة من المزيعين ميدو كان مخرج مخرج معنا هنا كمان كنت تقريبا أظهر مزيعة تطلع هوا في التليفزيون في الوقت ده التمثيل بقى ليه حكاية تانية خالص التمثيل ملوش علاقة بميس يجد خالص إنتي قعدتي قد إيه بقى بتشتغلي مزيعة في التليفزيون المصري لا اشتغلت مزيعة كتير كتير لحد الوقت أنا بشتغل مزيعة لسا مكملة طبعا 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 دي شغلتي الأساسية طب إيه بقى اللي غير رأيك وخلاكي لا إحنا بقى هنمثل والخطوة يعني فيه جاب كبيرة طبعا ما بين ألفين وألفين يس 18 سنة 18 سنة القرار جي ازاي؟ القرار جي برضو بالصدفة تاني أنا هقولك كل حاجة بتحصل في حياة الواحد حقيقي بتبقى صدف واحلى حاجة في الدنيا الحاجات اللي ربنا هو اللي بيوضبها هو اللي بيبعتها وهو اللي بيحطك في الطريق ده من غير ما تفكري ومن غير ما تختاري أو ما احمرت تبتي لو الطريق ده مش من نصيبك مش هتدخلي فيه طبعا الموضوع كان إنه كان فيه كاستنج داريكتور من الكاستنج داريكتورز المعروفين جدا بيدوروا على بنت صمرة لمسلسل اسم واحد الغروب وقتها لأستاذة الكبيرة كاملة أبو زكر ها طبعا ها بيدوروا على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا على بنت صمرة هي الأستاذة كاملة طلبة مواصفات معينة فلقوني فبعتوا لي رحت قابلتهم انتي عايزينك كذا كذا ممكن تعملي كذا وتقابلي الأستاذة كاملة طبعا 18 سنة فرق عن لما كنت بقول لأ ده فرق كبير وخبرة يعني أعتقد إن أنا كنت أقدر وقتها إن أنا أمثل بقى يعني خلاص مش خايفة عندي من الخبرة ما يكفي إن خليني قاف بقى قدام كاميرا وأكون موجودة في لوكيشن وكانت ناس كتير الحقيقة في الفترة اللي فاتت الفترة اللي قابليها دي قالتلي رانيا شكلك مختلف طريقتك مختلفة عندك حاجة جربي يعني تليه ما بتمثليش أقولهم أوكي يعني إن شاء الله لما تيجي الفرصة ده فانيت ليه خلاص أنا مش همانة قابلت الأستاذة كاملة وكانوا مرشحين للدور حلوة قوي في مسلسل واحد الغروب بس للأسف موضوع برضو ما حصلش فيه نصيب يعني شوفي النصيب الدخلة لحاجة ما عملتهاش بس كملتي في نفس الحاجة بس في حاجات تانية وقالولي بعد كده أنت مختلفة جدا وفيك حاجة مختلفة ولازم تحطي الموضوع ده في دماغك ركزي في الموضوع ده قلت لهم أوكي هركز أركز يعني أعمل إيه أركز يعني ابتدي منيني يعني أركز أعمل إيه أعمل إيه أنا أركز يعني أعمل إيه أزاي أركز قلولي قالولي أول حاجة تعمليها تاخدي ويركشوب الأول تعالي أن نبتدل موضوع ستاب باي ستاب أنك تاخدي ويركشوب اتعلمي اه اتعلمي بقى مظبوط خطي بالك إحنا كمزيعات لينا قاعدة معينة بتبصي قدام الكاميرا بتاع التمثيل حاجة تانية خالص والأستاذ طبعا يقولك يعني التمثيل موضوع تاني خالص انسي بقى طلعي بقى بدلة المزيع دي هتشيلها خالص وموضوع التمثيل ده حكاية تانية خالص فأنا كنت لسه في قالب المزيع بالزبط كده في الفورمة بتاعة المزيع دي فقلولي إحنا أول حاجة نعملها نكتخدي ويركشوب تفكي بقى خالص وتتعلمي ونشوف بقى حسيسك ونشوف بقى إيه اللي موجود جوه رانيا دي رانيا دي طلع إيه وجواه إيه وفعلاً عملت كده خدت ويركشوب مع واحدة من الأكتين كوتشز شاطرين قوي كان وقتها طبعاً دلوقتي فيه ناس كتيرة جداً شاطرين بس برضو هقولك في 2018 كان لسه العدد مزايد دلوقتي كانت ماروه؟ ماروه ماروه جبريل بالزبط كده كانت في الوقت ده نمبر واحد هي الطاب وهي تقريباً أول واحدة يعني افتتحت قصة الكوتشينج بالتمثيل وكده قابلتها وعملنا وجشوب حلوة قوي 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 تعلمت فيها كتير وأضافتلي كتير فكيد بقى كيد فيها في حاجات كتير في حاجات لها لقاب حسيسك لها لقاب طريقتك كده اكتشفت سايدز فيكي أنت مكنتش عرفاهم أصلاً ده حقيق ده حقيق ده حقيق وجات لي أول حاجة بقى حلوة الدونيا بعديها على طول مع طبعاً العظيمة هندي صابري وظافر العبدين أيوه والمخرج طبعاً أستاذ حسنين من الباوي كانت دي أول مرة حسنين من الباوي مخرج كمان كبير أولاً عظيم عظيم بصراحة وعلى المستوى الإنساني بص وإنت بتبتدي بتحتاج دايماً تتعامل مع ناس على المستوى الإنساني كمان كويسة يا أدوارد وإنت أكيد تفهم ده أيوه وتفهم أنا بقولك إيه وحد يوجيهك صح وحد يبقى مخلق شاطر وحد يعرف يساعدك حد يفهم توترك حد يفهم يستقبل قلقك يستقبل خوفك لأنك لسه في الأول بتعمل شيئاً لا يوجد أي حد كده أصلاً في الأول تتعقذي من الشغلانة نفسها بالضبط حسنين لأ أنا أتأخذت بالضبط حسنين من الباوي الحقيقة لأساس حسنين من الباوي كانت يعني فتحة خير علي على جميع المستويات بصراحة هو إنسان عظيم ومخرج طبعاً متميز جداً وطبعاً هند صبري أول مشهد ليا في المسلسل كان مع هند صبري ومش هنسى أبداً كلمتها بعد ما خلصنا والمخرج قال خلاص طب خلصنا المشهد ندهت للأستاذ حسنين وقيت له أنت متأكد أن دي أول مرة تمثل أنتم متأكدين يا جماعة أن البنت دي أول مرة تمثل هم طبعاً عرفوني عليها في الأول وقالوا لها رانيا سيد أول مرة تمثل والنهاردة أول شاط ليها وأول مشهد ليها في أول مسلسل ليها وطبعاً هي كانت سابورتف وإنسانة طبعاً عظيمة وممثلة يعني عبقرية كل الحاجات الحلوة اللي ممكن تتقال على هند صبري طبعاً فبعد ما خلصنا المشهد الأولاني قالت أنتم متأكدين يا جماعة البنت دي أول مرة تمثل وده كان بالنسبالي طبعاً كامبليمان لازيزة جداً طمنتني وفي نفس الوقت شجعتني بطريقة مختلفة وبعدين ابتدينا من هنا بقى والمسلسل ده كان ناجح جداً حلوة الدنيا حق نجح كبير قبل بيبقى حلو أن أنت أول عمل تشارك فيه أول مرة تمثلي أن العمل يتشاف بحلو أعتقد أن ده إداكي بوش أن أنت تكملي في التمثيل الحمد لله الحمد لله داني بوش وطمني وزي ما قلتلك ظروف الموضوع كله كانت مناسبة جداً وحمسني بقى لأنه الناس كمان بتستقبل يا ما بتستقبلش الموضوع بتاع التمثيل ده تحديداً يعني الناس كتير بتاع تقول من بره الكارير أو من بره الوسط شيء وصايت وفيه مش عارف إيه وفيه إيه بدون أي وصايت وبدون أي حاجة أنا قاعدة قدامك لا بابايا مخرج ولا مامتي ممثلة ولا بابايا ممثل ولا أي حاجة والناس بتشوفك يا حبيتك يا محبيتك يعني أنا زي ما بقول دايماً إن الوسطى هتشغلك مرة هتشغلك اتنين بس مش هتفردك على الناس ومش هتخلي الناس تحبك ده مش حقيقي خالص يعني سباشيلي في الشغلانات اللي شبه بتاعتنا دي الناس اللي بتطلع على الكاميرا الناس اللي بتقابل الجمهور الحقيقي وبتقابله وبتتكلم معاه يا تحبت يا ما تحبتيش يا الناس فتحت قلبها يا مفيش حاجة هتخلي الناس يفتح قلبها غصباً عنها فهي دي شغلاناتنا يعني زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قدواتنا اشترك الآن أو تصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية